قال الرئيس الصيني سيتمحين في الاجتماع إن الاتفاقية ستتيح مجالاً أكبر للوصول إلى السوق وستوفر بيئة أعمال ذات مستوى أرفع وضمنات مواسسية أقوى وستفتح آفاق تعاون أكثر إشراقاً للاستثمار المتبادل مضيفاً أن الاتفاقية ستعزز التعافي الاقتصادي العالمي بقوة في حقبة ما بعد جائحة فيروس الكورونا الجديدة وستعزز ثقة المجتمع الدولي في العولمة الاقتصادية والتجارة الحرة ما من شأنه تقديم إسهامات كبيرة في بناء اقتصاد عالمي مفتوح وشدد الرئيس الصيني على أن التظام الصين بإنشاء ممط تنموي جديد سوف يتيح المزيد من فرص السوق وإمكانات التعاون لكل من الاتحاد الأوروبي والعالم أجبع داعياً الكتلة الأوروبية إلى دعم التجارة الحرة والتعددية وتوفير بيئة أعمال مفتوحة وعادلة وغير تمييزية للمستثمرين الصينيين ولفت سي لأنه يتوجب على الصين والاتحاد الأوروبي خلال عام 2021 باعتبارهما قوتين وسوقين وحضارتين رئيسيتين على مستوى العالم عليهما إظهار توجه نحو تحمل المسؤولية واتخاذ خطوات نشطة للمساهمة في تحقيق السلام وتقدم العالميين من جنيبهم قال القادة الأوروبيون أنه على الرغم من التداعيات السلبية لكوفيد-19 حافظت أوروبا والصين على تواصل وثيق رفيع المستوى خلال هذا العام وحققت تقدماً هاماً على مستوى مجموعة من القضايا تشمل اتفاقية المؤشرات الجغرافية وأضافوا أن تلك الإنجازات تظهر للعالم مجدداً أنه رغم الخلافات بين أوروبا والصين حول بعض القضايا فإن ندى الجانبين الإرادة السياسية لتعزيز الحوار وتعميق التعاون على أساس من الاحترام المتبادل من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة والنتائج المربحة للطرفين